السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعمل ايه يا رب ده من تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله ناخد اخر درس في الوحدة الاولى في جبر السنة 3 اعدل الترمي الاول ولذلك عديزي المشاهد ورقتك وقلمك وكوب بيتي الشاي الجميلة بتاعتك ويالله بينا درسنا النهاردة ان شاء الله هو دراسة بعض الدول كسيرات الحدود واللي انا شخصيا بحب اسميه رسم الدول كسيرات الحدود على الشبكة البيانية بص يا معلم احنا خدنا المرة اللي فاتت طوية انواع دول كده منهم الدلة السابتة الدلة الخطية الدلة السفرية الدلة التربعية النهاردة ان شاء الله عاوزين نتعلم ازاي نمثلهم بيانيا ازاي نرسمهم على الشبكة البيانية طيب نبدأ في اول حاجة مع بعض الدلة السابتة اللي هي الدلة اللي ما بيبقاش فيها سين اساسا زي مثلا دل سين بتساوي تلاتة دل سين بتساوي سالب واحد دل سين تساوي عشرة دل سين تساوي سالب نص المهم ان هو ايه عدد بس ما فيهوش سين ما فيش متغير فدي بقى اسمها دلة سابتة ودي تعتبر اسهل وادفة واحدة فيهم كلهم ليه يا معلم لانها بتمثل بخط مستقيم يوازي محور السينات خط مستقيم يوازي محور السينات يعني مثلا لو انت عاوز تمثل دل سين بتساوي تلاتة دي على الشبكة البيانية كل ما عليك تعمل ايه انك تمسك المصطرة بتاعتك وكل واحد يمسك المصطرة اللي على مقاسه وتيجي من هنا من على محور صاد عندي التلاتة اللي هو اللي اللي بتساوي تلاتة فتيجي عندي التلاتة وتمسك المصطرة بتاعتك كده يا معلم عندي التلاتة كده وتروح راسم خط افقي بالشكل ده كده شايف المستقيم ده كده يا معلم هو دوت اللي بيمثل تساوي تلاتة بس كده بس كده دي هي الدلة السابتة طب لو انت مسلا عاوز تجيب بتساوي سلب واحد هتيجي من هنا من عند السلب واحد ده وتعمل خط افقي طب لو انت مسلا عاوز بتساوي 6 هتيجي عند الستة وتعمل خط افقي بس كده خلصنا الدلة السابقة طيب ندخل بقى على الدلة الصفرية اللي هي دل سين بتساوي صفر اللي هي اللي كان ليس لها درجة ديت بقى بتمثل ازاي برضو بخط مستقيم افقي ولكن المرة دي بقى من عند الصفر يعني خط مستقيم ينطبق على محور السينات زي ما انت شايف دلوقتي كده طيب ندخل بقى على الدلة الخطية اللي هي الدلة اللي من الدرجة الاولى اللي بيكون فيها سين قس واحد فكرين الدرس بتاع سنة تاني اعداد اللي هو العلاقة ما بين متغيرين كنا ازاي بنمثل العلاقة على الشبكة البيانية اهو الدلة الخطية زيها بالظبط نفس المسائل ونفس الافكار ونفس طريقة الحل هي هي الفرق الوحيد انه هو هنشيل الصات دهيت ونكتب مكانها دل سين بس كده بس كده ولذلك عشان خاطر بس ما نطولش في الحصة بتاعتنا النهاردة اكتر ما هي اصلا طويلة هناخد مثالين اتنين بس في الدلة الخطية لو انت بقى عاوز تاخد مسائل اكتر هسيب لك لينك الفيديو بتاع العلاقة بين متغيرين في علامة الايفو هنا او هنا لو انت عاوز تاخد افكار اكتر من كده طيب نفتكر برضو مع بعض ازاي كنا بنحل الدالة الخطية دية كنا بنعمل جدول صغير كده من اربع خنات بالشكل ده كده هنا بنكتب سين وهنا كنا بنكتب صاد بس احنا بقى مرة دي مش هنعمل صاد هنكتب اي بقى دال سين تمام ودلوقتي احنا عاوزين نجيب تلات نقط عشان خاطر نمثلهم على الشبكة البيانية فبنحط مكان السين اللي هي اللي هنا اي رقم احنا عاوزينه براحطنا ولكن الاحسن احنا نختار ارقام تكون صغيرة وسهلة عشان خاطر الحل يكون سهل فتعالى مثلا نحط مكان السين واحد حطت كنا مكان السين هنا واحد يبقى اتنين في واحد بكام باتنين واتنين ناقص واحد بواحد يبقى اول نقطة عندنا واحد واحد طب تعالى مثلا نحط مكان السين سفر حطت كنا مكان السين سفر طبعا اي حاجة في سفر بايه بسفر فيتفضل عندنا ايه سالب واحد طب تعالى نحط مكان السين مثلا اتنين يلا اتنين في اتنين باربعة اربعة ناقص واحد بتلاتة وادي اعمعلم تلات نقطة نقدر نمثلهم على الشبكة البيانية اول نقطة كام وكم واحد وواحد هاجي هنا عند الشبكة عند الواحد اطلع للواحد وحط نقطة هنا كده بعد كده سفر وسلب واحد يبقى من عند السفر انزل للسلب واحد وحط نقطة على المحور هنا كده بعد كده اتنين اهو واطلع للتلاتة وحط نقطة بقى عندي تلات نقطة امسك بقى المصطرة بتاعتي يا معلم كده ازبطها على التلات نقطة اللي انا عملتهم دول واقدر ان انا ارسم بقى لايه الخط المستقيم اللي بيمثل الدالة الخطية بتاعت بالمنظر اللي انت شايفوا ده بس كده بس كده تيجي ناخد مثال كمان تعال يلا بين ناخد مثلا دال سين تساوي مثلا سالب واحد ناقص نص سين يلا نعكها بقى ونجيب سؤالة صعبة كده يلا بينا هنعمل الجدول اللطيف بتاعنا ده كده كم خنا يا شباب اربع خناك بالشكل ده كده هنا سين وهنا دال سين هنحط مكان السين اي رقم احنا عاوزينه اي عدد بس تعال نختار الاعداد الايه السهلة فطبعا اسهل حاجة على الاطلاق ان انا حط مكان السين ايه سفر لان اي حاجة في سفر بسفر فهيتفضل عندي العدد ده اللي هو سالب واحد طيب تعال بقى نشوف عدد تاني بس تخد بالك ان انت جنب السين عندك كسر فعشان خاطر يبقى الموضوع سهل حاول تختار عدد تقدر تختصره مع المقام عشان تتخلص من المقام ما بقاش في كسر فهو هنا المقام اتنين فتعال نحط مكان السين ايه اتنين لو حطيت هنا اتنين يحصل ايه الاتنين تروح مع الاتنين فيبقى عندك سالب واحد مقص واحد يعني بيساوي سالب اتنين طب تعال نحط مثلا اربعة عشان نقدر نختصرها مع الاتنين اهو على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين واحد في اتنين بيكام باتنين يبقى ده كده عبارة عن سالب واحد نقص اتنين بيكام بسالب تلاتة طيب عندنا تلات نقطة هو يا معلم تعال نمثلهم اول نقطة تعال بس نمسح الدلة القديمة دي اول نقطة سفر وسالب واحد قد سفر وسالب واحد سبحان الله هي هي نفس النقطة طيب بعد كده عندنا ايه اتنين وسالب اتنين قد اتنين وسالب اتنين يبقى هنا كده بعد كده اربعة وسالب ثلاثة اربعة وسالب ثلاثة يبقى هنا كده بقى عندنا ثلاث نقط همسك معلم بقى المسطرة بتاعتي كده على الثلاث نقط كده اصبتها واروح عامل الخط المستقيم اللي بيمثل الدالة الخطية بتاعتي اهو يمعني فيه اي مشكلة فيه الدالة الخطية بتاع الموضوع سهل جدا لو لسه مش واضحة معاك روح على طول على الفيديو بتاعي العلاقة بين المتغيرين هتلاقي مسائل اكتر افكار اكتر بحيث ان انت تأكد على المعلومة تاني ندخل بقى على الدالة التربعية واللي تعتبر اهم واحدة في الدرس بتاعنا النهاردة واللي اصلا ما بتسبش امتحان يعني انت لو فهمت الحتة اللي فضله في الفيديو دوت كده انت ضمنت سؤال في الامتحان بص يا معلم ازاي بقى نمثل الدالة التربعية على الشبكة البيانية بص يا معلم طبعا الدالة التربعية ديت اللي هي ايه الدالة اللي من الدرجات التانية يعني اللي بيكون فيها سين تربيع اي دالة فيها سين تربيع يبقى ديت ايه دالة تربعية طيب دايما في الدالة التربعية هتلاقيه بيديك فترة عشان خطر تحل فيها دايما هيديها لك لازم اديها لك ما تقلقش اه الفترة ده هي هي اللي احنا هنعوض بها في الجدول بتاعنا هنعمل جدول زي ده كده عبارة عن صفين هنا سين وهنا ده السين قبل كده في الدالة الخطية كنا بنحط مكان السين اي عرض احنا عاوزينه ولكن المرة دي بقى هو ميديك فترة تعوض بيها فهتحط عند السين الفترة بتاعتك الفترة من اول فين لغاية فين من سالب اثنين لغاية الاربعة هتكتب هنا يا باشا من اول سالب اثنين لغاية الاربعة هتكتب الاعداد الصحيحة بس يعني اهو يا معلم اول حاجة سالب اثنين بقى كده سالب واحد بقى كده الصفر واحد اثنين تلاتة اربعة شفت ازاي اهو يا معلم دلوقتي بقى احنا عاوزين نحسب ده السين ده يفترض ان احنا نحسبها بالظبط زي ما كنا بنحسب في الدالة الخطية ده السين يعني ان احنا نعوض في الدالة اللي هو ازاي يعني مثلا انا عاوز احسب دال سين لما عندي السين كانت بتسوي سالب اثنين فروحانا جايب كده بقى يا معلم ايه دال سالب اثنين تعويد في الدالة هشيل من هنا السين وحط مكانها سالب اثنين فسين تربيع تبقى سالب اثنين تربيع بعد كده ناقص اثنين في سالب اثنين بعد كده ناقص اربعة ابدأ بقى ان انا حسبها سالب اثنين تربيع بتسوي كام اربعة وسالب اتنين في سالب اتنين بموجب اربعة بعد كده كاتب سالب اربعة ده هيروح مع ده يتفضل عندي اربعة يعني عندي السالب اتنين ده السين بتسوي اربعة ولكن انا لو فضلت اعمل كده في كل القيم دية هعض من هنا البكرة ومش هخلص الجدول ده فعشان خاطر اوفر على نفسي وقت ومجهود هذا الجدول الفضيع هنستعمل ايه الالة الحسبة نجيب بيها الجدول ده يا سلام يا مستر اول ما اسمع كده منك كلمة الى حسبة بحس جواب حاجة بتزغزغن كده طيب اخرت بقى لك ازاي طيب ازاي بقى نعمل الجدول ده باستخدام الى الحسبة باصي معل هتمسك الالة الحسبة بتاعتك تدوس على زرار مود بعد كده تختار الاختيار اللي اسمه تيبل عندي انا نمرة سبعة فهدوس على سبعة هيظهر لك f of x اهي بقى f of x ديت هي هي بالزبط ده السين ده لكن بالانجليش طيب عاوزين بقى دلوقتي نكتب جنب f of x الدالة ده زي ما هو كتبها لك في السؤال هنكتبها في الالة الحسبة عايزين نكتب سين تربيع ناقص اثنين سين ناقص اربعة الله طب هو السين دي اكتبها ازاي السين دير على الالة الحسبة اللي هي الحرف اكس هتلاقيه موجود عند القوس مكتوب فوق القوس اليمين بالخط اللحمر باللون اللحمر اه ازاي بقى اوصل لللون اللحمر دوت لازم تدوس الاول على زرار الفا اللي هو جنب الشفت فوق على الشمال تدوس الفا بعد كده تدوس على القوس كتب لك الـ x يا معلم تعال بقى دلوقتي نكتب تربيع بعد كده سالب اتنين سين اللي هي الـ x يبقى الفا قوس بعد كده ناقص اربعة ادي عمل حج الدالة زي ما هي موجودة عندي في السؤال اتكتبت على الالة الحسبة تدوس بقى على الزرار يساوي ممكن يظهر لك g of x وممكن ما تظهرش لو ظهرت لك افكس لها ودوس يساوي على طول طب لو ما ظهرتش يبقى احسن بعد كده هيظهر عندك start يعني بداية الفترة هي الفترة اللي عندي هنا تبدأ من كم يا شباب تبدأ من سالب اتنين اكتب سالب اتنين ودوس يساوي بعد كده end يعني نهاية الفترة اللي هي هنا كان اربعة اكتب اربعة ودوس يساوي هيظهر لك step فكك منها دوس يساوي على طول ادي عمل حج الجدول بتاعك اهو هتلاقي مكتوب قصاد سالب اتنين اربعة بعد كده هتلاقي مكتوب عندك بقى كام سالب واحد بعد كده سالب اربعة بعد كده سالب خمسة بعد كده سالب اربعة سالب واحد واخيرا اربعة ادي امعلم الجدول بتاعك اهو عملنا باستخدام الالة الحسبة وعشان خاطر ترجع الالة الحسبة اللي وضعها طبيعي هتدوس على مون بعد كده واحد تعال بقى دلوقتي نمثل النقطة ضهية على الشبكة البيانية اول نقطة كام وكام سالب اتنين واربعة فين سالب اتنين واربعة ادي سالب اتنين اطلع عند الاربعة وحط نقطة هنا كده بعد كده سالب واحد وسالب واحد يعني هنا كده بعد كده سفر وسالب اربعة يبقى هنا كده على المحور بعد كده واحد وسالب خمسة يبقى هنا كده بعد كده اتنين وسالب اربعة بعد كده تلاتة وسالب واحد واخيرا اربعة واربعة يعني هنا كده بص يا معلم النقطة عاملة ازاي النقط عاملة زي رقم سبعة آه يبقى دوت اسمه منحنة وبنرسمه بأيدينا مش بالمسترة أو بأيدي كده أروح نازل رسم المنحنة بالشكل ده كده أرجع أطلع تاني بالشكل ده أو يا معل قد المنحنة بتاعك عامل زي رقم سبعة كده يبقى أنا خلاص مثلت المنحنة بتاع الدلة التربعية دي ولكن دايما في الدلة التربعية بعد ما ترسم المنحنة هيطلب منك الثلاث حاجات دول اللي هم رأس المنحنة معادلة محور التماسل القيمة العظمى أو الصغرى للدلة ناخدهم كده مع بعض واحدة واحدة أول حاجة رأس المنحنة فين رأس المنحنة؟ أهو النقطة دي اللي هي كام و كام يا شباب اللي هي عبارة عن واحد وسالب خمسة يبقى أول حاجة معايا هنا يا شباب اللي هي ايه؟ رقم واحد رأس المنحنة اللي هو النقطة واحد وسالب خمسة طيب تانية حاجة بقى اللي هي معادلة محور التماثل ديت نجيبها ازاي؟ ايه بقى هو محور التماسل دوت؟ احنا عارفين محور تماثل اي شكل اللي هو المستقيم اللي بيقسمه نصين قد بعده بالزبط صح؟ طيب ما هو دوت عامل زي رقم سبعة لو انا شدت خط كده هو يقسمه نصين بالشكل ده كده اهو مستقيم اهو يقسم لك المنحنة نصين قد بعد بالزبط اهو المستقيم دوت هو محور تماثل المنحنة طيب ازاي يجيب المعادلة بتاعته؟ الخط ده بيقطع محور السين فأنهي عدد بيقطع عند الواحد يبقى المعادلة بتاعت محور التماسل هتبقى سين يساوي واحد اللي هو العدد اللي عند ايه؟ اللي عند محور التماسل دوت معادلة محور التماسل يتبقلنا بقى القيمة العظمى او الصغرى للدالة اي منحنة بيكون ليه حاجة من اتنين يا قيمة عظمى يا قيمة صغرى طيب امتى تبقى قيمة عظمى وامتى تبقى قيمة صغرى بص يا معل المنحنة اللي قدامنا ده على شكل رقم سبعة رأس المنحنة فوق ولا تحت هنا رأس المنحنة تحت صح؟ يبقى ديت يا صديقي بما ان رأس المنحنة تحت ديت اسمها قيمة صغرى انما لو كان المنحنة على شكل تمانية يعني رأس المنحنة من فوق يبقى دي اسمها قيمة ايه؟ قيمة عظمة يبقى هنا على المنحنة بتاعنا بتاع المسألة دي قيمة عظمة ولا صغرى لا دي قيمة صغرى يبقى عندي يا معلم هنا نمرة 3 القيمة الصغرى للدل بتسوي كم بقى بس معلم رأس المنحنة وصد محور الصد عند أنهي عدد عندي السالب 5 يبقى القيمة الصغرى بتسوي سالب 5 بس كده بس كده لسه ما وضحتش يا مستر أنا آسف لكن ما وضحتش معايا تعال ناخد مثال كمان السؤال اللي بعده ارسم منحنة الدلة ده السين بتساوي 3 سين نقص سين تربيع زائد 2 في الفترة سالب 1 و 4 طيب هنعمل جدول بتاعنا بالشكل ده هنجي عند السين ونكتب الفترة من أول فين من أول سالب 1 لغاية الاربعة يبقى أول حاجة عندي سالب 1 بعد كده 0 1 2 3 4 حل تعال بقى نحسب ده السين على طول بقى باستخدام الآلة الحسبة نمسك الآلة الحسبة بتاعتنا كده يا باشا دوس على مود نختار تابل بعد كده ف اوف اكس نكتب بقى ايه الدلة بتاعتنا أول حاجة 3 سين يبقى 3 اكس يعني الفا قوس بعد كده نقص سين تربية يعني اكس تربية الفا قوس بعد كده تربيع بعد كده زائد اتنين بيوساوي طبعا لو طلعت لك جي اوف اكس دوس يساوي على طول بداية الفترة هكتب سالب 1 ودوس يساوي نهاية الفترة هكتب 4 ودوس يساوي بعد كده هدوس يساوي كمان مرة يظهر الجدول معاك نكتب بقى ايه الاعداد بتاعتنا قصاد سالب 1 عندنا سالب 2 بعد كده عندنا اتنين بعد كده عندنا اربعة انزل تحت كده هيظهر لبعد الاربعة كمان اربعة بعد كده اتنين واخيرا سالب اتنين يا سلام يا سلام تعالى نمثل النقط ديات على الشبكة البانية اول نقطة سالب 1 وسالب 2 عند السالب 1 وانزل عند سالب 2 وحط نقط بعد كده 0 و2 يبقى هنا كده وحط نقط بعد كده 1 و 4 1 أطلع لل4 واحد نقط بعد كده 2 و 4 هنا كده واحد نقط بعد كده 3 و 2 يبقى هنا كده بعد كده 4 وسلب 2 يبقى هنا كده أدي أعمل حج المنحنة بتاعي أوصل بقى النقط بإيدي مش بالمسترة بص بقى معلم أنا هو برسم المنحنة بتاعي هو اطلع فوق بص معلم بقى دلوقتي عطلت ليه؟ أنا تلاقيت فوق عندي نقطتين جنب بعض ما عنديش نقطة في رأس المنحنة تبديت لما أخذ أجيب رأس المنحنة بتاعها إزاي هاجي من فوق كده أطلع شوية وانزل تاني بس كده اطلع شوية وانزل تاني وكمل بقى يا معلم بقية المنحنة بتاعك بالشكل ده قادي أعمل حج منحنة الدلة بتاعتنا يا سلام تعال بقى نجيب رأس المنحنة رأس المنحنة هنا لازم أجيبه من على الرسمة هنا أنا طلعت شوية أهو رأس المنحنة أهو النقطة كم وكام النقطة ديت ما بين لو نزلت تحت كده على السين هتلاقيها ما بين الواحد والاتنين يعني تقريبا واحد ونص واحد ونص طيب على الصاد ما بين الاربعة والخمسة يبقى عامل حج اربعة ونص شفت إزاي بس كده بالتقريب كده طيب معادلة محور التماسل هتبقى سين تساوي بص يا معلم بقى لو انت عملت خط بالطول كده هتلاقيه بيقطع محور السينات ما بين الواحد والاتنين يعني السين بتساوي واحد ونص طيب تعال نجيب القيمة العظمة أو الصغرى طيب هنا بقى في المنحنة ده قيمة عظمة ولا صغرى هنا يا معلم رأس المنحنة فوق يبقى القيمة العظمة يبقى شير الصغرى دي كده واقول كده القيمة العظمة للدالة بتساوي كام بقى رأس المنحنة قصاد كام هنا قصاد أربعة ونص يبقى أربعة ونص بس كده معلم بس كده معلم لسه موضحتش تعال ناخد مثال كمان السؤال اللي بعده عاوزين نجيب دال سين بتساوي سين تربيع زائد واحد في الفترة من سالب تلاتة لغاية التلاتة قادي يا معلم الجدول بتاعك هوا هاجي جنب السين أروح كاتب الفترة من أول سالب تلاتة لغاية التلاتة أمشي بالترتيب سالب تلاتة سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاتة قادي يا معلم باخد الاعداد الايه الصحيحة طيب تعال بقى نحسب دال سين باستخدام الايه الالة الحسب نمسك الالة الحسب بتاعتنا تعال بقى نكتب سين تربيع زائد واحد يبقى ألفا قوس بعد كده تربيع زائد واحد يساوي هاجي عند واروح كاتب كان بقى بداية الفترة اللي هي سالب تلاتة سالب تلاتة وادوس يساوي بعد كده نهاية الفترة اللي هي تلاتة وادوس يساوي بعد كده هدوس يساوي كمان مرة يظهر لك الجدول يا معلم هتلاقي عندك عند السلب 3 عندك 10 بعد كده 5 بعد كده 2 أنزل تحت بقى كده هتلاقي عندك 1 2 5 10 ايه رأيك بقى يا صديقي ان انا اقدر اطلع رأس المنحنة ومعادلة محور التماسل والقيمة العظمى قبل مرسم ايه ده ايه ده يا مستر ازاي بقى هتجيبها منين من الجدول بص كده هتلاحظ ان انت عندك تماثل على الجدول تماثل ايه ده ايه التماثل ده يا مستر بص هنا مش دي 10 ودي كمان 10 اه طيب بص 5 و 5 بص هنا 2 و 2 اه يبقى النقطة ديت اللي هي 0 و 1 دي اللي هي بالزبط رأس المنحنة يبقى رأس المنحنة هو النقطة 0 و 1 والله العظيم اه والله العظيم كده في كل جداول كده اه في كل جداول كده الا اذا كان جدول زي اللي فات هتلاقي عندك في النص رقمين زي بعض مفيش ايه مفيش رأس المنحنة فانت مضطر ان انت ترسمي الاول عشان تجيب رأس المنحنة بالتقريب طيب هنا خلاص طلعت رأس المنحنة من المسقط الاول اللي هو على اليمين اللي هو السفر اجيب معادلة محور التماثل سين تساوي سفر والله العظيم بس كده بالبساطة دي اه ومن المسقط التاني اللي هو الواحد ده اقدر اجيب القيمة العظمى او الصغرى طب هو هنا لما اخذة قيمة عظمى ولا صغرى اعرفها ازاي اعرفها من اشارة السين تربيع لو كانت سين تربيع الاشارة بتاعتها بالموجب هيبقى المنحنة على شكل سبعة هيبقى على شكل ايه على شكل سبعة ده لو كانت السين بالايه بالموجب انما لو كانت سين تربيع بالسالب هيبقى المنحنة على شكل تمانية وطبعا لو على شكل سبعة هتبقى القيمة ايه صغرى انما لو على شكل تمانية هتبقى القيمة عظمى طيب هنا سين تربيع اشارتها ايه موجب موجب يبقى سبعة يبقى قيمة ايه يبقى قيمة صغرى يبقى القيمة الصغرى للدالة بتساوي المسقط التاني اللي هو كام واحد. إيه ده؟ بس كده؟ بس كده. لو مش مصدقني يا عم تعالى نرسم المنحنة ونطلع الحاجات ديت منه. يلا بينا؟ يلا بينا. أول نقطة عندك كام و كام. سلب 3 و 10. قد يعمل حاجة سلب 3 و 10. يعني فوق خالص كده. بعد كده سلب 2 و 5. سلب 2 و اطلع للخمسة و احط نقطة. بعد كده سلب 1 و 2. بعد كده 0 و 1 هنا. بعد كده 1 و 2. بعد كده 2 و كام و 5. بعد كده 3 و اخيرا 10. قد يعمل حاجة النقطة بتاعت المنحنة بتاعك اهو. وفعلا المنحنة طيلة على شكل 7. أرسمه طبعا بأدية مش بالمسطرة اهو. أنزل كده يا معلم. بعد كده رح طالع تاني بالشكل ده. لحد ما وصل للنقطة اللي فوق. قد المنحنة اهو. فين هو رأس المنحنة؟ اهو يا معلم رأس المنحنة. النقطة 0 و 1. اهو 0 و 1. طيب. محور التماسل اهو. اللي هو بيقطع محور سين عند فين؟ عند الصفر. يبقى سين تسوي صفر. طيب القيمة الصغرى عشان خاطر رأس المنحنة تحت. بيتسوي كام؟ هي طبعا عند مين؟ عند الواحد. يبقى قيمة الصغرى بتسوي واحد. يا سلام يا مستر. بس كده بس كده. طب تعالا ناخد بقى مثال كمان. ونطلع الحاجات دي التاني قبل ما نرسب. يلا بينا. السؤال اللي بعده. عندنا الدالة دي. ما بين سالب 2 و 3. يلا معلم على الجدول كده عند الصين. اكتب الفترة. سالب 2. بعد كده سالب 1. صفر واحد اتنين تلاتة. بس كده. تعالا بقى نحسب ده السين باستخدامك الالة الحسبة. يلا معلم. ونكتب الدالة بتاعتنا يا معلم. سين تربيع يبقى الفا قوس. بعد كده تربيع. بعد كده نقص 2 سين اللي هو الفا قوس. بعد كده زائد 1. يساوي. اللي هي كام سالب 2. بعد كده يساوي. عند نهاية الفترة اللي هي 3. ودوس يساوي. هدوس يساوي كمان مرة. ادي عمل حج الجدول بتاعك اهو. قصاد سالب 2 عندنا كام 9. بعد كده عندنا 4. بعد كده 1. بعد الواحد عندنا 0. بعد كده 1. بعد كده 4. بص يا معلم. تعال بقى نطلع الحاجات دي قبل ما نرسم. هتلاقي هنا يا معلم عندك ايه. بص. 4 و 4. 1 و 1. يبقى النقطة ده هي. هي رأس المنحنة. 1 و 0. يبقى رأس المنحنة بتاعني هنا كام. النقطة 1 و 0. من المسقط الاول اجيب معدة محور التماسل. سين تساوي المسقط الاول 1. من المسقط التاني اللي هو الصفر. اجيب القيمة العظمى او الصغرى. هي طبعا هتساوي في الاخر كام صفر. اللي هو المسقط التاني. طيب هي بقى عظمى ولا صغرى. اروح على سين تربيع. موجب ولا سالب. هي هنا موجب. لو موجب يبقى الشكل 7. والقيمة ايه صغرى. يبقى القيمة الصغرى هتساوي صفر. بس كده بس كده. طيب. تعال بقى نرسم المنحنة. اول نقطة سالب اتنين وتسعة. هاجي عند السالب اتنين. ورح طالع عند التسعة هنا. ورح حاطط نقطة بالشكل ده. بعد كده عندنا سالب واحد واربعة. يبقى هنا كده. بعد كده عندنا الصفر وعلى الواحد. يبقى على محور الصاد هنا كده. بعد كده عندنا واحد وصفر. يبقى على محور سين هنا كده. بعد كده اتنين وواحد. يبقى هنا كده. بعد كده تلاتة واربعة. يبقى هنا كده. ادي النقطة بتاعتنا. نوصل كده بقى بقى دينا مش بالمسترة. عشان يطلع المنحنة مزبوط بالشكل ده كده اهو يا معلم. ادي المنحنة بتاعنا. ايه ده؟ يا مستر. نعم. ده طلع المنحنة عندي جنب اطول من جنب. عادي؟ اه عادي. طب ماو يا مستر انت قلتلنا ان محور التماثل هو اللي بيقسم الشكل لنصين قد بعض بالزبط. هنا لو انا جيت عند رأس المنحنة وروح تعمل خط كده. الجنب اليمين مش هيبقى زي الجنب الشمال. ينفع اجيب معادلة محور تماثل؟ ايوة ينفع يا صديقي. بص يا معلم. اي دلة تربعية في الدنيا ليها معادلة محور تماثل بتاع المنحنة. انما الفترة ده هي مجرد فترة تعويض. هو قالك من اول سلب اثنين لغاية الثلاثة. طب افرد مثلا بقى ان هو قالك من سلب اثنين لغاية الاربعة. طب ما كنا هنطول لغاية ما نوصل للتسعة هنا فيبقى الجنبين قد بعض. لكن هو قالك انا عاوز بس لغاية الثلاثة. نصيبه كده. انما بما انه هو منحنة لدلة تربعية فهو ليه معادلة محور تماثل. تعال بقى نتأكد من كل الحاجات دي. بص معلم رأس المنحنة هو النقطة كان واحد وصفر زي ما احنا كدبينها. وفعلا الخط اللي هنا لو محور التماسل بيقطع السين عند ايه عند الواحد يبقى السين بتساوي واحد. والقيمة الصغرى عشان رأس المنحنة تحت بيساوي ايه صفر. هو قصاده الصفر. بس كده بس كده. وكده نكون خلاص خلصنا وحستنا النهاردة وخلصنا الوحدة الاولى في الجبر. اتمنى ان الدرس كان خفيف لطيف ظريف علينا جميعا. لو انت بقى فهمت ايه حاجة ياريت تدعمنا باللايك الجميل وتشارك في القناة لو انت بس مشاركوا في الختام سبحانك لعلمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم.